تمام الآن إحنا خلصنا نشرح إيش هو البرنامج الانريال انجن وحكينا عن الألعاب صمموا عليها في كثير من الألعاب تم تصميمها على هذا الانجن والآن أنا رح أشرح في هذا الفيديو تفاصيل الشاشة اللي قدامنا إيش فيها من محتويات الموضوع لا لا تخاف موضوع جدا بسيط حشرة فيه على كل التفاصيل من فوق لتاحت يمين لشمال كل إش إن شاء الله وحا تكون بإذن الله راضي الأول إشي فيه عندنا صف العلوي اللي فوق هذا هذا الصف مثل التابس مثل ما تشتغل على جوجل كروم تشتغل على متوصفح الانترنت يكون فيه عندك تقدر تفتح صفحات يعني على سبيل المثال أنا فتحت مثلا المش دفتح المكعب هاد فأنا صار عندي صفحتين الآن بقدر أشتغل هون وانتقل أخي زب تشغلي وارجع أكمل شغل مرة ثانية فهذا زي التابس تفتحه جدا مسهل الموضوع علينا نطفي هاي نرجع الآن فإحنا قلنا نفتح تابس وهذا هو الملف الرئيسي اللي هون نكمل على اليمين فيه هنا هاي هذا الزر اللي هون تبع التوتوريولز اللي هو الشرح اللي الآن بعمله أنا الآن كاعد بشرح في البرنامج هم هون نفس الاشي بيسووا بشرحوا لك البرنامج بعدها في موجود اسم اللعبة اللي احنا سميناه سميناه لعبة قبل شوي احنا بول جيم بتأشر عليها بقول لك اللعبة الآن اللي احنا بنصمم عليه احنا حاليا بنصم على version 4.2 6.2 فانت من المهم جدا تعرف هاي المعلومات عن اللعبة تبعيتك ويمكن تحتاج وتشارك احد فانت جميع احوال هذه البيانات مهمة عشان لما ممكن نستخدمها بعدين فانت بتعرف هاي هون طبعا التلات هدول معروفين جدا اشي مش موجود في كل البرامج فايل ادت ويندو هل الملفات هاي فيها الكبسات هاي القائمة هاي فيها لستة من الاشياء طبعا غلابا بنعرفها بس في اشياء ثانية مهمنا نفهم انه سيف اشياء نسيف اشياء نسيف اشياء نسيف اشياء نسيف فقران تخزين من اللفل اللي حالو اللي احنا فيه ولا نخزن كل اللفلات الموجودة فهو هاض شوي بيختلف بموضوع كيف يخزن ملفات الادت واندو وريدو وهيستوري وكوبي بيست بلاجينز هاي اشياء هنشرحها في المستقبل واثناء ما احنا بنشتغل نفس الاشياء هنشرح هاي الشغلات اللي هون هنشرحها فاهم احنا ما نمش بالكورس هتظهر كل الاشياء اللي هاني هون ان شاء الله الصف العلوي هاد الصف اسمه tool bar tool bar هاد هو البر او الادوات اللي احنا بنستخدمها اكثر اشي في تصميم اللعبة يعني اذا هم يحطوها هون عشان سرعة الاستخدام على السريع يعني انا بدأ شغل اللعبة عطول بكبس تبدأ اللعبة ببدأ تحكم في اللعبة نفس فهم هون زبطوا الفكرة بهذه الطريقة حطوا الاسكتر استخدام هون سيب المستوى هاد اللي انا فيه بيبدأ يخزن احنا من السريع بيبدأ نشرحهم واحد واحد الاولى save current تخزين المستوى الحالي اللي احنا بنصمم فيه بنصمم اشي بنخرج من مكان وتخزق بتيقبس save خالص لما تطفل البرنامج والضوي بتلاقيها موجودة في هذا المستوى في هذا المكان الفكرة الثانية احنا source control هذا احنا ما رح نستخدمها ولكن من المهم اعرف ايش هي Source Control هي عبارة عن ملف لما أنت تكون تشتغل في مشروع كبير أنت ومجموعة من أصحابك أو أنت شغال في شركة يعني تشغلي على مشروع أو أنتوا مصابمين على الأقل تستخدموا هذه الأيقونة إيش الفكرة؟ أنت بتشتغل على كمبيوترك وهو بشتغل على كمبيوترك كل واحد من منطقة سواء في بيته أو في مكتبه كل واحد بشتغل في منطقة فبشارك ملفاته معاك عن طريق هذا الزر فبتصير تشاركوا الملفات أنت وزميلك تنشر تبعد له ملفات تعد تصميمك وهو يبعد لك ملفات تصميمه فبتصير تتبدلوا الملفات مع بعض فزي ما تقول عندكم سيرفر أونلاين بتتشاركوا الشغل مع بعض فيه فأحنا ما را نستخدمها ما في عنا شتيم الآن نشتغل معها بس مهم نكتعرف إنه هذا الزر لإيش الموتز هاي هون عنا كيف إحنا ممكن أن نغير في العالم اللي إحنا جواه يعني أنت ممكن تسوي هضبة تستخدم هذه الأدوات تمكن تغير تقسيم شكل المكعبات تمكن تغير الرسومات تغير تفصيل الحلقة اللي إنتم تسويها فبتغيرها من هاي الفقرات راح إن شاء الله نستخدم أجزاء منها الكنت الكنتت اللي هو الملف السفلي اللي إحنا هون عندنا الملفات الآن أنت عندك على الكمبيوتر لما تستخدم تفتح الأكسبلورر عندك الملفات هاي اللي هي الملفات تبعيد الكمبيوتر فهالي الملفات اللي هون اللي هي الملفات تبعيد المشروع نفسه فايش بصير؟ بصير أنت تدخل ملفاتك وتتصفحها ملفات المشروع فبكون عندك هذا بالنسبة للملفات هسا احنا راح نشرح هذه القسم كمان شوي بنرجع نكمل الماركتبليس الماركتبليس شرحنا اللي هو عبارة عن وجود منتجات انت بتشتريها بتضيفها على العالم تبعك بتحط وحوش بتحط نيران بتحط أشياء كثير جو العالم تبعك عن طريق هذا الزر بالنسبة لسيتنك سيتنك باضحة لحالها اعدادات في اعدادات للعالم اعدادات للمشروع في اضافات تضيفها على المشروع راح نشتقدم بعض من هذه الأشياء أثناء الشغلنا البلوبرنت احنا الكورس كل ياتو اللي قديم نشتغل عليه بتضمن البلوبرنت كيف البلوبرنت هاي بتشتغل احنا هندرس هذا الكورس كله على البلوبرنت ما راح ندرس السي بلس 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 فاحنا راح نتصير نحكي على البلوبرنت تبعية المشاريع كيف بنوصل المعلومات فانا هذا مثلا قدر كود خلص بكل بساطة حكيت بدي واحد اثنين ثلاث ووصل الاشياء مع بعض فبصير انا عطي الأوامر بهذا الشكل بدون ما اكتب ولا اي سطر هذا بالنسبة لبلوبرنت السينما تكس السينما واضحة الا الافلام اذا بدك تسوي فيلم للعبة تبعيتك من ان ت tomb this we can't avoidから في هذا الكورس بالنسبة للبلد اللتي هي بتحول كل المجتويات كل хلقات اللتي انت صلمتها في اللعبة تحولها لها من editor اللي احنا قدامنا هذا اسمه editor اللتي هو من عدل اللعبة م gücerע لملف واحد اللي هو بصير ملف لغة يفهمها الكمبيوتر فتبني بطريقة يفهمها لغة الكمبيوتر بلاي احنا عنا فكرة بنعرف شو هي البلاي اللانش الان انت اذا عندك الموبايل تبعا معك الجوال عندك اندرويد ولا عندك ابل بتوصله باليو اس بي بصير يطلع لك بهذه القائمة هون بتلقاه مصر موجود بتصير انت تلعب اللهبة على الموبايل نفسه اثناء ما انت على الكمبيوتر فاحنا هذا ان شاء الله حنسوي في هذا الكورس بس في الحلقات القادمة ان شاء الله فهاي بالنسبة للتول بار اللي فوق طيب نيجي على اليسار نشرح المنطقة هاي اللي بلايس اكتور ايش يعني اكتور الاكتور يعني ممثل هسه بدك ممثلين انت هذا كل اشي موجود في هذا العالم عبارة عن ممثل هدولا ممثلين ايش يعني اعضاء في المسرحية او احنا هنا في اللعبة فهذا بيممثل هو ممثل على شكل مكعب هذا ممثل على شكل كورة فهدول الممثلين او اكتورس ممكن تسميها اجزاء من اللعبة فهم في البرنامج بيسموها اكتور يعني ممكن نضيف انت اي اكتور جوه اللعبة يعني على سبيل المثال بدنا نضيف كورة جوه هذا اللعبة بتسوي بلايه بتلقي الكورة موجودة هسه ما منقدرش نطيرها لانها هي المعنى هاش خصائص فيزيائية بس بجمع الاحوال فتقدر تضيف اكتور اللي هو ممثل جوه هذا اللعب جوه هذه اللعبة بتقدر تضيف مكعب بتقدر تضيف اينارة ضب بدك ضو جوه اللعبة بتركب الضوه تبعك ففيها دول بيسموهم اكتورز احنا مش حنشرحهم هسه كلهم بس هي هاي الممثلين هذي اعضاء اللي انت بتضيفها من اينارة اشياء سينمائية فانت بتضيف الاشياء اللي هم الممثلين اللي يعلمين هون فهاي منطقة الممثلين اول اشياء اللي بتضيفها جوه العالم تبعك نيجي على اليمين الان في هذه المنطقة اسمها الورد اوتلاينر الورد اوتلاينر اللي هو كل اشي موجود في هذا العالم موجود في جوه هذا الملف يعني الان انا لما اكبس على هاي ايش تلقى مسك مسك السندوق هاد الان اذا انا مسحت هذا الملف من هون سوتله دليت خلنا ضغط دليت راح المكعب فكل اشي موجود في هذا المنطق في هذا العالم موجود في الورد اوتلاينر الان انا خلصنا الورد اوتلاينر اعرفنا انه كل ملفات الموجودة في العالم موجودة في الورد اوتلاينر لان لما اضغط على الصندوق بطلع لي الديتيلز اللي هي تفاصيل هذا الصندوق يعني على سبيل المثال انه خلنا نشوف هذا الصندوق انا هذا الصندوق شايفه موقعه في هذا اللعبة في هذا العالم ثمانمية وثمانية وعشرين فاصل تسعة في الاكس وفي الواي موجود ناقص ميتين وثمانية وخمسين في الزت خمس مية وعشرة هذه احداثيات موقع المكعب لو انا حركت هذا المكعب يمين شمال طبعا انا بحغير بالرقم من هون بغير الرقم فبتحرك يمين شمال بغير الرقم بهذه الطريقة على الواي بتغير بتحرك في الواي بدي اتحرك بالزد فوق وتحت فبتحرك بالزد الان عندنا الروتيشن بدي اخليه دور الدوران تبعه فبتقدر تشوف الروتيشن مستوى الدوران تبع هذا المكعب بالواي بدك الروتيشن فانت بتحكم في اول اشي الموقع ثاني اشي في الروتيشن ثالث شيء في السكيل السكيل اللي هو مستوى الكبر والصغر تبع المكعب ممكن تتحكم بس في ال اكس لحال يصير عريض طويل ممكن بس بواي ممكن يصير عمودي عمود فانت بتتهادي الاشياء اللي هي كثير هنستخدمها هالين فقرة هنستخدم المش المش اللي هو اشكال لان انا مثلا بتاغير شكل المكعب اخليه على شكل دائرة كرة فبتخليه على شكل كرة وهاي اللي هي المواد اللي هنستخدمها الان هنشرحها بالنسبة للخواص الفيزيائية اللي هي هل بتأثر بالجاذبية ولا لا اذا حطينا نعم يتأثر بالجاذبية فبتلاقيه اذا حطيناه بالهواء وشغلنا اللي عببه وقالت احد فهو بتأثر نعم بالجاذبية الان هو اصلا كانت صح تمام الان عنا شرحنا شوي هون نحن نرجع نشرح وطبعا الكوليجين اللي هو التصادم هل بتأثر بالتصادم كيف نوع التأثر بالتصادم لما الكرة تخبط فيه هل هو بضل ثابت في مكانه هل بتحرك بتحركش هل هو عبارة عن عدو هل هو عبارة عن صديق نتحكم بموضوع التصادم خلصنا بالنسبة لموضوع الديتيلز عندنا الورد ستنج نتحكم في العالم ككل هذه نشرحها في فيديو مختلف شوي شوي بيكون عشان تكون أوضح بالنسبة ل الكونتنت بروزر اللي هو ملف المحتويات الان نشرح الملفات هذا قلنا زي زي المتصفح تبع الكمبيوتر فنحن بالملفات عادية ملفات المشروع ناخد نظر الجيومتري الاشكال الهندسية الاشكال الهندسية جيومتري كرات مكعب أرض كاملة موجودة مثلا في هذا المشروع هذه الملفات موجودة في كل المشروع في ملفاته فهذه ملفات الهندسية المتيريال المتيريال دعونا نخذ نظر الآن ايه شايفين احنا لون الارض اللي حوالينا الان رمادي بدنا نغير لون الارض بكل بساطة هذه مشكورة هذه دهان هذه مادة ماتيريال مواد سواء بلاط سواء مية سواء أي شيء برسموها على شكل دائرة وبتكون عبارة عن المادة فإذا بتكبس عليها بتسحبها وبتحطها على الأرض صارت كلها من دهب فبتكبس ستبلي وبتلعب على الأرض الدهبية بكل بساطة كل اللي سوناها سحبناها وحطناها يعني بعادي بدل الأرض بيضة صارت الأرض بيضة بيضة فأنت تختار المواد اللي أنت بدك هيها وبتستخدمها دهبية عادي الأرض اللي بتعجبك بتستخدمها بالنسبة للمشز المشز اللي هي شكل الكورة الآن شكل الكورة إذا شكبسنا هون نجد أن نتحكم بألوانها نتحكم في الكورة هذا غلاب في الكورة إذا شكبسنا أزرق أبيض نغير كل كليا شكل الكورة فبتحك بتسويها من داخل المشز الرولينج بي 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 اللي هي البلو برينت اختصالها البلو برينت البلو برينت اللي هي شرحناها قبل شوية كل هاي اللي إحنا مستخدم فيها الأوامر تبقية الكورة أنا بدي أحد الكورة تتحرك خليها تتحرك في الأكسز مثلا نحكي إنه سوي 1-2-3 هذا كله هنشرحه بالتفصيل هنا تحرك يمين ويسار هنا تحرك إلى الأمام والخلف رح نشرح كل هاد إن شاء الله الآن بالنسبة المابس المابس اللي هي المشتويات الآن إحنا في المشتوى الأول بدنا نستوي المشتوى الثاني نستوي المشتوى الثالث المشتوى الرابع كل ما فاز اللاعب تابعنا بعد نصونا المشتوى المشتوى اللاعب فراح يكون هنا المستويات تبقية اللاعب فنسوي الأول الثاني الثالث الرابع الخامس كل المستوى بنكبس عليه بنفتحه بنلعب جواته بس نخلص بنخزنهم بنرتبهم حسب الترتيب اللي احنا اتخذنا إنه اتخذنا قرار إنه هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث الرابع بنسير بس هل سوف يفوز الحلقاء يروح للبعد وهكذا الستارتر كنت هذه ملفات إضافية جبناها معنا على المشروع إنها تكون مفيدة لإننا على سبيل مثال دعونا استخدم هذه مثلا هيا لدينا باب حلو نضع بساطة بساطة بنبني بيت هذا صغير نرى الأكبر منه هذا بحجمه ممتاز نضع هون مثلا نغير من موقع نلفه 90 درجة نراجع هون نجيبه هون تقريبا يعني ما رح أسوي كامل خلي أني أسحب منه نسخة بكبس على الزر الألت وبكبس على خصوص الأحمر وبسحب وشايفين كيف بس قدرت أسحب منه نسخة الآن بس أسحب من البيت باب هذي نسخة بحط وهنا هذا صوينا بيت وعلقنا داخل ها نسخة نسخة بساطة أخذنا الأشي من تحت الرسم المعماري المجسم معين ومسكنا وحطنا بكل بساطة نأخذ يريد بني لا لدينا أي مشاكل نأخذ من حط في هذا العالم يصبح هنا تغييرات فبني العالم من المواد هاي هاي نمسح كل الأشي الآن بالنسبة للأوديو خلني نحكي الأوديو اللي هو الأصوات عندنا ملفات صوتية ممكن نجيب الرسومات الهندسية والأصوات وكل هاي الملفات من مشاريع ثانية متوفرة يعني انت ما تقلق انه ما رح يكون في عندك أشياء ناقصة رح تلاقي كل اشي موجود في الماركت بليس ومجانية كمان تستطيع صمم لعبة تنزل برنامج صمم لعبة بالمجان بكل المواد هاي متوفرة عليك من أصوات من ادهانات من شخصيات وحوش من شخصيات أبطال كل شي موجود نحكي عن الأصوات شوية مثلا هنا تكسير نسمع الصوت فاسمع تضغط على العلامة هاي العلامة التشغيل بتشغيل الصوت الموجود من جواتها عندنا هنا كمان انفجار عندنا صوت نار فهاي الأصوات كل هات انت بتستخدمها مثلا انا بدي اقول لما تخبط الكورة لما يصير كل جن زي ما حكينا بين الكورة وبين هذه المكعبات او مكعب واحد بس اخبط انا بهذا المكعبات اصدر الصوت تبع الانكسار التكسير فبقت بحط امر انه عند استلامش الكورة بهذه مكعبات اصدر هذا الصوت بتصير اللعبة عن جه اش حقيقي بتكسر البلوبرينتز هاي البلوبرينتز الموجودة ممكن نستخدمها في اللعبة عندنا المابس احنا قبل شوي عن المابس حكينا انه منقدر نسوي حلقات وهنا حاطلنا ثلاث حلقات خلين نشغل الحلقة هاي على سبيل المثال لا تسايف الان انت شايف هون طبعا هو قلن بس ننخ شغل شوف هون في اش بتوقع قاعدة وحاط نار وكهربة ومواد خلين نشغل هنسمع صوت تكسير شكلنا هنسمع صوت تكسير وحاط صوت موسيقى كمان هاي كل الملفات موجودة في الملف الرئيسي تبع اللعبة الحلقة طيب خلينا نشوف هون الان احنا قلنا قبل شوي لما كنا نحكي عن المتيريال هون راحت المتيريال هدول اللي هم طلع احنا مرسومة كرة هون وهون مرسومة كمان كرة هم في الانريال انجين بحطوا لنا المواد بشكل كرة فبتقرب على الكرة بتطلع وبتشوف صورتها هون بتعرف شو هي نوع المتيريال اللي عندك بتطلع بدك بلاط من هذا النوع ولا حجر ولا اش بدك بالزبط كلي رملية شو نوع بدك بدك مي هاي مي مياه محيطية هاي بتطلع تحول الارض لمياه محيطية اشي بلس والله من يعرف اشي هي يعني هاي كلها مواد بتستخدم اللي بدك من هاي المواد في عالم تبعك هاي طبعا هي اكل هاي هندسية طبعا بكل تأكيد انت تستخدمها وتطلع ان شاء الله حلو معاك بتختار شو اللي بعجبك ذهب نحاس فضة ميش بالدكية هون الدخان في دخان ونار شكله عشبية ارض عشبية بتختار اللي بعجبك وبتسوي العالم تبعك عليه طيب نرجع نكمل احنا حكينا Maps Materials هاي كل المتير شايف كيف شكلها تمسك ها وتضع ميش على الاشي اللي بدك بتغير الشكل اللي انت حرمت عليه خلاص بيك بالنسبة لها دول يعني هاي اشياء بسيطة قبل شو حكينا كون انبوب بشكل انبوبي يعني هاي اشكال هندسية انت بتختار شو الشكل اللي انت حاب تحط في العالم بتتفرج عليها بممكن اشياء عجبك تستخدموا منها فهي الاشكال هندسية اشهد الشكل خلال ما عارف اشه هم اشكال هندسية هاي توصيلات تمام فهي تيجي مع الملفات انت بتختار تنزيلها او لا بتلاقي كم خرافي من الملفات على الاغلب 99% منها ما بتعرفو ورح تلاقي في كل برنامج كل اللعبة بتشغيلها ملفات مختلفة وبتفوت انت بتنزل مشاريع رح تلاقي كم خرافي من الملفات بتستغله لخدمة اللعبة تابعيتك نرجع للعب للفل تبعنا اللي كان عنا ننسيف طبعا احنا الان هاي الملفات اللي جبناها خلل نستخدم مثلا المتيريال بدنا نغير الارض زي ما قبل شوي سوينا خلل نغير لهذا الشكل حديدي مصدع بدك اياها مياه المحيط هاي مياه هاي مي الارضي صارت بس ما رح نوقع جوات ليش لانه احنا مش مبرمجين هنا تكون مي هاي مبرمجة انها ارض بس الشكل اللي ظاهر لنلاعب انها مي فانت بجميع الاحوال بتختار الشكل اللي بتحبه في اللعبة فهذا كل شي ممكن نشرح بهذه الحلقة اتمنى تكون عجبتكم الحلقة وبشوف كم في الحلقة الجاي بالتوفيق يا رب